أرجعت لكم مع البودكاست اللي يخص الدور الثالث في إطار البودكاست تقسيم الأدوار في العائلات النرجسية الدور الثالث يخص الطفل الشفاف، الانفان الفيزيبل هو الطفل اللي وجوده رايح يكون كما عدمه الطفل اللي الولي النرجسي ما يشوفش معاه بكثرة يحتم به مش ما يحتمش به لكن مش بنفس الدرجة طع الطفل ذهبي رايح يكون طفل مهمل لكن تاني مش بنفس الدرجة طع الطفل القمامة بين وبين ما هو طفل يدخل، يخرج، ينام، يأكل، والسلام هو طفل يكبر ميحبش يقلق الولي النرجسي لأنه تاني شايف غضبه، شايف الوجه الآخر وسيد ميحبش يقلق راحة الولي النرجسي طمعا في حبه، وفي الرضا تاو وكما نعرفوا هذه حاجة impossible لأنه الشخصية اللي عندها اضطراب النرجسي والعمر هترضى، ينهج جميعا سي ولا شيء يكون كفاية لهذا الولي النرجسي ولا حاجة راح ترضي غروره، ديما يحب أكثر وأكثر وأكثر هذا هو اللي يقول له تعلو سبعة كالعشر حاجة ما ترضيه يحب ديما أكثر جنر كمسي يفزي لأبرفكشون ولو كهو بداتو مهوش، ولكمال ولله هو بداتو مهوش كامل وريح يفرض دعلى المحيط نتاو أنهم يكونوا كاملين ومكملين وهذا شيء مستحيل نونك وزيداني الولي النرجسي قلنا شعارو فرق تسود مي يعمل ديما على أنه يحط الناس كاملة في منافسة شكل يرضيه أكثر خليهم يضربوا بعض، يقتلوا بعض ما يحملوش بعض، يكرهوا بعض يكبروا إخوة أعداء هذا يضرب في هذا الاساسيال يردوه هو برك وزيد هدف الولي النرجسي ما لازمش الأطفال كامل يجتمعوا مع بعض ما تخرجش عليه لأنه راح يهدد العرش تاعه ومملكته لازم يفرقهم باش يقعد ديما هو الملكة وباش الطفل الأول يحاول يرضيه، الطفل الثاني حاول يرضيه، الطفل الثالثي حاول يرضيه، باش كل شي يصبل عنده الطفل الشفاف هذا مع الوقت يرجع يتفادى أنه يدخل للدار خاصة إذا كبر، وتلقى يخرج، تلقى يدخل ديما هامل هو شفاف وتلقى يخرج من الدار ويبدأ يكبر ويبدأ يقارن بين التصرفات التي يشوفها داخل عائلته وداخل الدار وتصرفات التي يشوفها في الخارج ويبدأ يشوف أنه كان تصرفات الولي النرجسي تاعه ما همش ولابد وما رايحش يتفق معاهم لكن طفل الشفاف طمعا في الحب تاع الولي تاعه نادرا ما رايح يناقش الولي النرجسي في تصرفاته وحتى وحتى إذا تشجع وعملها رايح يلاقى بالتجاهل اي فوغمام التهميش جا دا كيف كان صغير قلنا أنه طفل ما يشكي ما يبكي خوفا من أنه يقلق راحة النرجسي اللي عنده أمور أخرى يلتها بها هذا الطفل دي ما رايح يروح عند الولي تاعه لكن الولي تاعه يقولوا شفيه كوبة مشغول 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 من بعد مشغول مع الطفل الذهابي يقولوا من بعد من بعد ولا يجاهلوا حتى يرجع يكبر عنده الإحساس هذا أنه ما يقلقش أنه يحكم كل شيء يحط كل شيء في قلبه كيف يكبر الطفل الشفافة قلنا يا أخي يكبر تلقاه دي ما هارب من صغر وتلقاه دي ما هارب للخارج خارج المنزل كيف يكبر يقول لي شخصا راشد يقدر يطيح في قدش منفخ مثلا فخ التدخين فخ الكحول المخدرات الجنز هروبا من جحيم التجاهل والمشاكل اللي يعرفهم في الدار وزي التاني ما نساوش أنه كبر يحوس على الحب والرضا تاع الغير والاهتمام خاصة نوك رايح يعمل أي حاجة بايش يحس نفسه عنده قيمة بايش يحس نفسه عنده أهمية بايش يحس انه الغير شافوا معاه عززوه ببنظرة تلقاه في الأغلب تكون عنده خلطة مش مش مليحة بايش يحس روحه مهم كيف يكبر الطفل الشفاف رايح يكون إنسان اللي ما يسمحش نفسه أنه يتحب من طرف الغير لأنه كبر بهده السنتيمان هذا بهد الشعور أنه ما يستهلش ما يستهلش الاهتمام ما يستهلش الحب ما يستهلش الحنان من طرف الولي تاو علايش الآخرين رحين يحبوه و رايح يكسر حكا علاقته كاملة تلقاه يدخل في قداش من علاقات عاطفية الطرف الآخر وهذا نشوفه بكثرة في العيادة الطرف الآخر تلقاه يعمل كل شي بش يرضيه ما هو يعمل كل شي بش يكسر العلاقة ما يفهمش علايش يحبوه ما يفهمش تلقاه هارب منهم و يعمل أي حاجة يتسبب بأي سبب بايش يحبس هذه العلاقة لأنه ما تعلمش يتقبل ما تعلمش يغسوابه ما تعلمش يتلقى الحب أو الاهتمام من طرف محيطه و كيف تجي واحد يحبوه ما رايحش يفهمه و تلقاه يروح يجري وراء ناس اللي ما تحبوه و ما تهتمش بيه يقول لك الإنسان هذاك اللي ما اهتمش بيه هذاك اللي لازم نطيحه و هذاك اللي لازم نجيبه الطفل الشفاف كيف يكبر راح يكون غير قابل انه يعبر عن شعوره رايح قلنا يفا قاعدة كل شي شعوره يخليه لنفسه مرايحش يحكي عنه و شخصيته تقدر تكون ممحية أو العكس تكون اندفاعية و عنده دي كولير اكسبلوزيف عنده غضب لي ينفجر لأنه يلمي 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 يحب يردي الناس كاملة و كل شي و يعمل روحه ديسكري و صغير و ما يباينش بش ما يقلقشه لكن يوصل لواحد الحد وين ينفجر و كما كل طفل من الاطفال تعال النرجسيين يحس بانه غير كامل و غير كافي يكبر بالشعور هذا تعال النقص ولو انه قلنا كاملين كسوسواء ولو انه يظهر لكم انه الدور تعال طفل ذهبي هو المخير ما تنسيوش انه هو تاني يكبر بالشعور تعال النقص هذا لانه الحب اللي يطلقاه من الوليه النرجسيين هو مشري وهو عنده مقابل و ديما اكثر و اكثر و اكثر لازم ديما يعمل اكثر مجهود اكثر و اضافي باش الوليه هدا كي يشوف معاه باش يلتهبي باش يمدلو حاجات خاصة يدافق بيه انه رايح يتساءل بالنسبة لتصرفات الوليه النرجسي تاعه او بالنسبة الوحد للأوامر مدهم له انه النرجسي يشد و يرخي يشد و يرخي في العلاقة و هذا يخلي الاطفال يكبروا في الضباب مع البلهم شو ينصح و ينو الغلط والله موضوع جدو حساس و عدنا ما نقولو فيه لكن للأسف البودكاست فيكو لازمتني نحمسه هنا و بش نعمل دوتخو بودكاست على الموضوع خاصة كيف يكونوا تاني العائلات الولدين منفصلين و كان اطفال بناتهم و واحد من الاولياء يكون نرجسي او تاني كيف يكون في العائلات اللي يكون فيها طفل واحد فريد و يكون واحد من الاولياء تاعه نرجسي كيفاش تصير كنت معاكم نرجسي من المسيكاستر لتستاذ سلام موسيقى موسيقى